السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالة وسلام بالجميع معكم اسلام طاجر وان شاء الله من نهر ده معنا قاعدة جديدة مقاعدة لغولة انجلزية بعنوان الربورتد سبيتش الربورتد سبيتش الى الكلام المنقول شخص ينقل الكلام من شخص الاخر يعني واحد يكلم واحد انا بابلغ زميلي انا شربت شاي زميلي ده يروح لواحد تاني يقول له اسلام قال لي هو شرب شاي هي ديات ان شاء الله الربورتد سبيتش انك بتنقل الكلام خلي بالك الربورتد سبيتش عبارة عن ثلاث حاجات الجزء الاولاني مع جملة الخبرية الجزء التاني مع الاسئلة وهو نوعين ويسنو كوششنز ونوضح الفرما بينه اما الجزء التالت هو الامبراتف مع الجمل الامبراتف ان شاء الله هندرس الجزء التالت وهو امبراتف من مهم جدا انك تكون متفرج على الجزء الاولاني الذي فيه شرح التحويلات الاساسية زي الضماير الازمنة الكلمات الدلالية دلالة زمنية او دلالة مكانية مهم جدا انك تكون عارف مين بيكلم مين في بداية الجملة يعني اسلام سيد تو علي يبقى اسلام وعلي بيكلموا بعض اسلام سيد تو اس بيكلمنا نحن يبقى تخلي بالك الضماير اللي جوه هتتحول على حسب الشخص اللي بيكلم وبيكلم مين برضه عندك فيه روابط تحت فاصل فيديو اتفيدك جدا لو انت احتاجت انك تزود من معرفتك في لغة الانجليزية فيه كتب مدروسة تحت لتطوير اللي هو انجليزية ولو انت من دولة كويت هتلاقي فيه عندك روابط للمراحل الدراسية سواء فترة دراسية اولى او فترة دراسية تانية سأل عليك البليلست موجودة تضغط عليها تلاقي كل الفيديوهات مترتبة شكرا لدعمك المباشر دايما ومساعدتنا في اصدهار القناة اقل تقدير لايك مشاركتك في الفيديوهات والاسئلة تلاقي فيه اسئلة هتساعل فيها النهاردة ان شاء الله بعد الشرح القاعدة يريد انك تحاول تجاوب عليها وتشوفك وتتأكد ان تجاوب صحة ولا غلط عندك اي استفسار عندك اي سؤال اكتبل بالتوقيت الخاص بسؤالك في الفيديو وانا ان شاء الله ارد عليه وفي الختام نسألكم السلامة والدعاء نسألكم السلامة نسألكم السلامة من الكورونا والدعاء ربنا يرفع عنا الغم والهم والبلاء ويرحمنا ويرحم ولدينا ويغفر لنا ولكم وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله نروح للشرح اهلا وسهلا بالجميع معكم السلامة ان شاء الله النهاردة معنا جزء الثالث من قادة طبعا احنا عارفين ان مناقل الكلام المنقول ريبورتد سبيتج واتفقنا ان هو مقسم الى ثلاث اجزاء جزء مع الجملة الخبرية ستيتمينس وجزء مع الاسئلة والجزء الاخير مع الجملة الامري شارعنا شارعنا في بارت 1 وشارعنا في بارت 2 والنهاردة عندنا الجملة الامري اوكي خلي بالك في البداية انا عايز اعرفك ان الجملة الامريا تحتمل انها تعبر عن حاجة من اربعة ايه الاربع حاجات دولت لانه بالنسبة لنا اعتبره اكنهم واحد ولكن خلينا كده نقول command command يعني امر request يعني طلب advice نصيحة واخيرا suggestion بيكونوا اقتراح كل الامور ديت الاربع اشياء هما بالنسبة لنا الامبراتيف وعارفين ان كلام المنقول هو كلام احنا بنقله شخص كان بيكلم شخصا او بيكلمني وانا نقلت الكلام ده لشخص تاني ودرسني قبل كده ان فيه تغيير ازمنة تقدر ترجع لبارت 1 في شرح كامل لتغيير الازمنة تغيير الضمائر وكذلك ادوات الربط اللي لازم تكون عارفة ان مع الجملة الخبرية بنستخدم اداة ربط ذات مع الاسئلة عرفنا نحن بنستخدم نفس الاداة ولكن في حين yes no questions بنستخدم اما كلمة if او كلمة whether الدرس النهاردة في الامبراتيف اداة الربط بتكون مختلفة هتكون حاجة من اتنين اما كلمة to او not to طب بتعتمد عليه استخدم to او not to لو كانت الجملة مثبتة استخدم to اما لو كانت من فيه هنستخدم ايه not to خلينا كده نوضح الكلام ده على فكرة القاعدة دي اسهل واحدة في report speech في الغالب انت بتستخدم to او not to بقيت الجملة زي ما هي ولكن خلينا نشوف مثال اول مثال مسلا لما قولك open the door اسلام طلب ordered to 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 open the door هي ممكن تيجي قصد او ممكن تيجي عادي مش مشكلة هي المشكلة خلي بالك اللي هيجي هنا مش مشكلة المهم انك تبقى عارف ان هو بدأ ب فعل مصدر طب لو كتبت كده don't open the door لا تفتح الباب يبقى انا كده رحت للنفي صح؟ يبقى انا و كتبت الجملة تاني هقول ايه اسلام ordered اسلام طلب مننا not مش على فكرة اس مش فرقة يعني كتبت او ممكن اقول اسلام ordered not to open the door الا نفتح الباب نفس الكلامة هينطبق خلي بالك لو بدل كلمة don't جات كلمة never never open the door يبقى برضو جملة من فيه طب لو انا افترض جي هنا كلمة always دائما always open the door اعتبر always مش موجودة وانها جملة مثبتة هتبقى برضو اسلام ordered to open the door انا كده خلصتلك القادة من غير ما نتعب في شرح زيادة يبقى كل اللي انت محتاجه مع الجملة الامرية انك تستخدم two او not two على حسب الجملة مثبتة ولا منفية تغييرات وتعديلات مش هتلاقي كتير في الجملة الامرية ولكن انا اجيب لك جمل من نفس اللي كان بتجي في الاختبارات بنفس قوتها ونشوف التعديلات والتغييرات اللي بتحصل في جملة الامرية مع انها بسيطة ولكن مهم جدا اكشان ما تغلطش فيها رجع كالعادة انت هتوقع في الفيديو هتكتب رقم السؤال وهتكتب الاجابة وبعد كده انا هجاوب وشوف انت جاوبت صح او الغلط مشاركتك وتفعلك مع الفيديو مهم جدا 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 وافتكر دائما اي ضماير بتتعدل او بتتغير على حسب مين كان بيطلب من مين او مين بيكلم مين خلينا نشوف الاسئلة ونحكم علينا فهمين ولا لا يلا شباب بسم الله اعتقد يا شباب ان تكونوا جاهزين للاجابة موضوع بسيط جدا وفي الفيديو اكتب التوقيت اكتب رقم واحد اتنين ثلاثة واكتب اجاباتك امن ريبورتد لكل الاسئلة اللي قدامك افتكر لو ليتها مثبتة هتستخدم مدات الربط وبعد كده هتستخدم باقي الجملة لو ليتها من فيها هتستخدم وبرضو هتكمل الجملة مع الانتباه للحاجات الصغيرة ممكن تتغير كضماير ازمنة مش محتاج تتغير زمن لانه في نفس الوقت رقم واحد خلينا جاوب واحلى قلب واحلى شكر لكم على مشاركتكم الفعالة مع الفيديو ياريت تشاركوا كل الفيديوات دي مع زمالكم طبعا شكرا اياك ابدا ان تكون سيارتك بدون ارتداء حزم العمال ابي اخبرني طبعا يبقى جملة دي امرية ومش هي لان امرية من فيها بدء بكلمة بما انه موجودة يبقى نستخدم لا لان سيارتك لاني ثم الان سيارتك لم تتخدم my car without wearing the seatbelt. بدون ارتداء حزام الامان. اتمنى ان اجابتكم صحيح. فكرة رقم اربعة وخمسة فيهم فكرتين. بتيجي في الامتحانات. وما فيش حد اشرح حرك بالشكل اتخذ ان شاء الله. بس يريد تكون انت تمكنت من رقم واحد وثلاثة علشان تكون جاهز لفكرة اربعة وخمسة. don't take any medicine without asking the doctor. ما تاخدش اي دواء بدون سؤال الطبيب اولا. my friend advise me صديقنا صحني. عندنا don't take جملة امرية منفية. not to. هذه اعدادة الوصلة اي. ربطنا بnot to. زي never. نكمل من اول الفعل. take any medicine without. مش بقولوكو اسهل الحاجة الجملة الامرية في الريبورتد. asking the doctor. ممتاز. رقم تلاتة فا فكرة برضو. ايه الفكرة اللي فيها ان هي عبارة عن جملتين. obey your mother and don't cause trouble. طيع او اسمعوا كلام او طيعوا امكم. ولا تسببوا مشاكل. طب ان ليه قلت امكم ليه قلت جامعة ما قلتش امك مثلا او امكي. لان موجود تحت اس. نحن. my father told us. ابونا اخبرنا. او my father ordered us. طلب مننا. او commanded us. امرنا. what? obey. امرية. ومثبتة. صح? ما فيهاش اي مشكلة. مثبت. يبا. my father told us. to. نكمل. obey. us نحن. مش كده? يبقى your mother هتبقى our mother. النطيع امنا. and هل نكمل? قال لي لا. don't cause ده امر ما نفي. يبقى نقول and نكمل من الاول. لكنها جملة جديدة وبتحولها للريبورت. and not to cause trouble. وقال لا نسبب مشاكل. حاسني في حرف نسيته صح. خلاني مساحل. نحن ندرش ان نبكت بين كويس. trouble. اتمنى ان الحد دلوقتي رقم واحد. واثنين. وتلاتة. والفكرة في رقم تلاتة موضوع جملتين. فيمتوم لحد دلوقتي. جاهز اللي جاية بطل. شكرا لمشاركتك. وخلينا نروح للي بعدها. بينما تتأمل الجملة رقم اربعة وجملة رقم خمسة. وانت شايفين فيها كلمة اف. ودي ريبورت. اه. ممكن يجي لك جملة اف. في الحالة التانية. بيقول لك حوالها للريبورت. نصيح. واحكة بين صح واحد. if i were you i would get up early. لو انا مكانك. لو كنت مكانك. كنت صح واحد بدري. بقول لك complete اكمل. طب هنا نعمل ايه. شوف الجملة بتقول ايه. she advised him to. جايب لك تو عشان ما تنسيها. she advised him. هي نصحته ايه. هي بتقول له. if i were you. لو انا كنت مكانك. انا كنت استيقاست مبكرا. يبقى في الحالة دي كل ده اعتبر مش موجود. if i were you i would get up early. she advised him. هي نصحته ايه. to get up early. انه يصحى بادري. بس كده. اه بس كده. هتقدر تحليه بعدها. هاسبها لك. وقف الفيديو. ويكتب الاجابة. على ما انت تكتب اكون انا باكرا. سالما said if i were you. لو انا كنت مكانك. i'd. طبعا عارفيني الفصلة دي دي اللي هي نفس كلمة would. دي اللي هي كلمة would. ممكن نختصرها. د. فصلة دي. i'd watch educational programs and record them. لو انا كنت مكانك. كنت مشاهدت. برامج تعليمية. وسجلتهم كمان. ها. كتبت الاجابة ولا لس. واقف الفيديو لو ما لسه مخلصتش. لان رايح اكتب لاجابة. وانا واثق انك كاتب باجابة صح. سالما advise me. استعرابة ما كنتش نسيت تحطي اداة الربط. to watch educational programs ايه. ايه الغريب اللي انا حدثه بالاخر دي. and. وعد كنت سيت ان دي جملة تانية كمان هنا مختلفة عن اللي قبلها. لان ان جات فصلت ما بين الاتنين. to record them. اتمنى ان كاعدة النهار ده سهلة وجميلة وتكونوا جاوبت وصح. وما فيش اي مشاكل في الجملة الامرية مع ارد على التلفون. ما يكونش في اي مشاكل مع قاعدتنا اللي شرحناها هي قاعدة مع الجملة الامرية. ما تنساش دائما في الجملة الامرية انت بتربط باستخدام to او not to على حسب. جملة مثبتة ولا جملة منفية. بعد كده الجملة بتفضل ماشي زي ما هي من اول الفعل مصدر زي ما هو مش هتغير اي حاجة ولا انت محتاج انك تعمل الازمنة. فيش حاجة اسمها هنا اللي هو تغير الزمن من المضارع يبقى ماضي والكلام ده. كله زي ما هو. اللي انت محتاج تغيره هي الضماير ولو جات دلالات زمنية ومكانية غيرها بس ما بتجيش كتير. شوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي امان الله. وافتكر ان فيديو النهاردة هو بارت ثري الجزء الثالث. انا ايه اللي انا كتب دي. هي الجزء الثالث من قواعد الريبورت سبيت. في عندك بارت وان. عن الجملة الخبرية. وعندك بارت تو عن ادوات الاستفاهم او الكويشنز. سواء والنهاردة كنا في بارت ثري والاخير من قادة ريبورت سبيتش. في ممكن بارت فور ولكن ده مش للطولة ولا للمدارس. ده بقى للحاجات اللي هي حاجات المؤقدة جدا في لغة الانجليزية وحتى الاجانب نفسوه على فكرة ما بيستخدموش الريبورت سبيتش. فما تتعبوش نفسوه فيه بس انتم حاجين تذكروا للمتحنات. شوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اعمال الله.